موسيقى واحد النهار قالوا لي يا وليدي يابلي غادي رشو لي واحد الماء اللي مبارك وهذا الماء غادي يظهر الشكل الحقيقي ديالي لأنني ماشي إنسان بل أنا شيطان في جسد بشري كنت أتنا بفارغ صبرات وجهد النهار سلتوا لي حواجية وكبوا لي هذك الماء السحري اللي تيقوله داز تتواني على هذ الماء اللي يرمو عليها حتى تنحس براسي سخون والعافية شعلة فيها ونورا شفت في المرايا وشفتو جهي اللي كانت يشبهه للشيطان كماليكم ومحبابيكم في فيديو جديد اليوم عادنا هدروا على واحد الموضوع اللي شائك اللي هو عبضة الشيطان شكوناهم عبضة الشيطان انت بدت هذ العبادة بزافت على المؤرخين اختلفوا على البداية ديال هذ العبادة كي اللي تيقول بللي هذ العبادة بدت في القر الأول لميلادي عند واحد القوم كان سميتهم الغرنوسيين هذ القوم اللي كانوا تيقولوا بللي الشيطان مساوف القوة ديال الله سبحانه وتعالى بقى هذ القوم على هذ الحال حتى تطوروا الواحد القوم اللي كان سميتهم البوليسيين هذ القوم اللي تطوروا الواحد الضراجة كانوا تيقولوا بللي الشيطان هو الأب والخالق ديال الكون وبلي الله سبحانه وتعالى ما كينش واللي كانت تآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى تخلفوا هذ العراك مع إبليس وباللي إبليس غلبوا وبما أنهم كانوا تعيشوا على هذا الكوكب فبطرورة خصومي عبدو الإله جيلو اللي هو إبليس ولكن هذا شي كامل تبقى مجرد فرضيات والله أعلم هو الوحيد إن تبدأت هذه العبادة والمعلوم المؤكد أن هذه الديانة موجودة قبل الميلاد تعيسى عليه السلام والتذكرات في القرآن الكريم وكانت هذه العبادة منتشرة بزاف بين فرسان الهيكل هذه الجنود اللي إنشأتهم الكنيسة بشيخوضوا الحروب الصليبية ضد المسلمين ولكن فش انتشر أنهم لو تابع الديانة تعبدت الشيطان تعدم الرئيس ديالهم وتشتتوك كاملين هذه الجماعة اللي كانوا تعبدو واحد القط أسود على أساس أنه الشيطان أما عبدت الشيطان في العصر الحديث تكونوا على يد واحد العالم النفس الأمريكي اللي كان حمقش شوية واللي كان اسميته أليكسر كلاولي واحد الصديق تيالي كان يعودي اسميته أنطوني ليفي أجيوج اللي كانوا كنيسة الشيطان في مدينة فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1966 وكانت يعطى بالرسول رسول ديال إبليس وخرجت التعوية ديالهم من الولايات المتحدة الأمريكية للأوروبا ومن أوروبا للعالم كامله وتصوروا أنه بزاف ديالناس في هاد الدول آمنوا به وتبعوه لدرجة أنه تأسوا في بزاف ده الدول في العالم كنائس اللي كان اسميتهم كنائس الشيطان وكل لون ديالهم كحل هاد الكنائس اللي اعترفت به هالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وبزاف ده الدول وكان بزاف ده المنطمات العالمية التي تؤمن بعبادة الشيطان بحل اونة التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطمط اسفل التي كانت في دولة بريطانيا زيت علىها تكامل واحد معبد كبير التي كانت في أمريكا وكنيسة الشيطان التي هي أكبر وأخطرها لمنطمط هذه الكنيسة التي أسسها اليهودي أنتوني ليفي وتتقدر العدد منضم الكنيسة الشيطان بخمسين ألف عضو خمسين ألف شخص تيعبدوا الشيطان وتابعين الواحد الكنيسة أكيد سؤال ترحت على رأسك هذه الناس التي يعبدون الشيطان بش تأمنهم وشنا هي المعتقدات ديالهم في الحقيقة عبادات الشيطان ماتي keepsных بالله ماتي أمنوش بالآخرة، بالجزاء، بالجنة أو بالنار enaar وستقولوا بلي الحياة هي الحياة الدنيا ما كينش حياة أخرى في العالم الآخر وكين واحد طبقة أخرى من عبادات الشيطان وليتي آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولكن تقولوا بلي إبليس تظلموا الله سبحانه وتعالى فاشخرجوا من الجنة وأكيد أنه بحل أيدي عندهم بزاف دع الشيعة وبزاف دع الفرق وكل واحد تلغي بالغاية ولكن الميزة المشتركة بين جميع الديانات عندهم هي التمتع بالملدات داع الدنيا قبل من الموت كي تقول اليهودي المعروف والمتطرف اللي يكون كنيسة الشيطان في واحد الكتاب اللي معروف دياله للإسم دياله الشيطان يريد وذي يقول الحياة هي الملدات والشهوات والموت هو الذي سيحرمنا منها لذا اغتنم هذه الفرصة الآن للاستمتاع بهذه الحياة فلا حياة بعدها ولا جنة ولا نار فالعذاب والنحيم هنا هذا الرسول جيلهم اللي بطبيعة الحال رسول مزور ومشي حقيقي كان تدعوا لأتباع دالة الدينة باش يتبعوا للملدات داله والشهوات وتقول لهم بلي الحياة قصيرة أخصكم تعيشوا ودعوا جميع المبيقات اللي وجهة الكرة الأرضية لأن الموت تعني نهاية البشر وما كيش من ورها لا عذاب ومن ورها ما كي لا حساب ولا عذاب وكانت يقول الأتباع داله بلي خصوم تبعوا السحر والشعوذة وبلي عديل الوسيلة باش تخلي الشيطان فرحان ولأخليت يا فرحان غدي غرقك صرور وفلوس وملدات دال الحياة وتيقول لهم أيضا أن بعد الموت غدي تهبط للأرض وغدي تحكمها وغدي تتمتع بجميع الملدات دالها بحيلة تلاتي الجنة طبيعة الحال هذه الديانة منتشرة في الزعف ومنتشرة في الأغلبية بالنجوم تاع الفن والسينما في المريكان لأن أغلبية النجوم اللي عندهم ضوء كبير وعندهم سلطة في أوليوود تابعي لهذه الديانة وتيقولوا بالليباع ورسوم الشيطان أشنا هي الطقوس اللي تدير لها الناس في العبادات دياله عبادات الشيطان عندهم جوجة على القدسات اللي رئيسيا في العبادات دياله القدس الأول فهو القدس الأسود هذا الطقوس اللي عبارة على واحد اللي بيت كبير منظلم كامله وجميع الحيوط دياله مرسومين لهم شي أشكال شيطانية ورموز مخيفة بزاف وفيها واحد المدبح مغطيك كامله لكحل هذا المدبح اللي تكون كامله عمر بالعظام البشرية ولا ملقاوش لعظام البشرية تحطوا دماء بشرية او للخمور وتكون ايضا على هذا المدبح واحد الخنجر فيه دم بشري واحد نجمة خماسية لتتعني الشيطان واحد لفروج كحل كامله وصليب مقلوب يعني الراجل اللي كبير في هذا المجموعة تعزادك الصليب المعقوف وتحطه في الأرض وتتقى تقول شي حاجة شيطانية باش يستحضروا الجن ومورا فاش يدخلوه في الطقوس تعزادك الخنجر وتيدبح هذا الفروج لكحل فاش يدبحو تشرب من ذمه ومورا فاش يشرب تحت الكعس الجميل الحضور لحتى وما تشربوا منه واحد بواحد هما القداس الثاني فهو قداس الأحمر هذا القداس اللي تتدار دائما في الخفاء لأن الضحية تكون ضحية بشرية ماشي حيوان في الغالب تكون ضحية طفل وهذا الطفل اللي ضروري يخصو يكون ابن زينة يعني مولود خارج إطار الزواج هذا الشي بطبيعة الحال باش يسهل عليهم باش يدبحوه ويأكلوه لاحقا وحتى واحد ما يعرفوه ومرحلة الثانية بطبيعة الحال هي الأخطر وتتوصل هذا الطقوس لواحد الضرجة مقززة بزاف هذا الطقوس اللي تخرجو فيها هاد الأتباع لواحد الحالة غير إنسانية اللي قدروا نقولوا عليها أفعال الشيطان يمشي إنسانية المثال على هاد التصرفات هو أنهم تملؤوا واحد الوعاء سخور بالدم البشري وتيقلس وتشربون فيها والأعلى فهذا الطقوس المقززة هو أنهم تقدموا قربان بشري للشيطان وخاصة من الدراج الصوار صوروا أننا في القرر الواحد الولى العشرين وكين باقي اللي تضحي بأضحية بشرية للشيطان وهذا الشي كاملو منورة فشي عدبوه وتي عدبوه وتي تتكرفسوا عليهم بواحد درجة لا توصف تقدعوا لي أدفارو ويشرقوا لي لحموه وتي موت بالأعذاب وهذا الشي كاملو غير بشي تتقربوا الإبليس عليه اللي أنا والعلى من أغرب طقوس جيلو هو فشي ينغمسوا في الشيطان في الشيطان أو له في واحد الموسيقى غريبة واللي تي آمنوا باللي فشي يوصلوا للدر وجلات الشيطان تينا سمع شيطان إنسا تينا سمع شيطان وهذا الشي كاملو مكثير مش عبدات الشيطان عندهم واحد العشض جيل الوصايا اللي هم شهورين بها بزاف ما تسوي قلت شي واحد وعيش الحياة جيلك بالطول في العرض بتابعة الحرف الحرام يعيش بالطول في العرض في الحياة جميع الأشياء اللي تيناه لها الله سبحانه وتعالى و جميع الأديان محللة لك تبع الشيطان فالشيطان ما غاديش يقول لك شي حاجة غادي تضرك الشيطان تيمتل الحكمة والحيوية في قوة الحياة أفكار الشيطان ملموسة ومحسوسة ومبيل الوصايا ديالهم أن ما خصك تتحنف شي واحد واللي يضربك سكتردها له واللي قاسك سكتقتله ما عمر تبغي جارك وعامله بطريقة قاسية ما تزوج وما تولدش وعيش غير الراسك فقط و تخيلوا أن هاد القاوم الكتابين عندهم كتاب مقدس بحل الإنجيل والقرآن هذا الكتاب اللي اسمته الإنجيل الأسود وعليه واحد صليب مقلوب واللي كتبوا واحد ليعود اسمته أنتواني ليفي كان واحد الآية في هذا الكتاب الأسود اللي صريحة تدعيل العرف اللي تقول اقتل ما شئت بوقت ما شئت امنع البقرة من إضرار الحليب يجعل الآخرين غير قادرين على الإنجاب اقتلوا الأجنة في بطون أمهاتهم يشربوا دم الصغار واصنعوا منهم حساء يخبزوا في الأفران لحومهم يصنعوا من عظامهم أدوات للتعذيب وفي واحد الآية أخرى تقولوا ارتبط مع من تحب منتشيا بحسب رغبتك وعاضد الشيطان ولا تتقيد في رغباتك بأحكام البشر والقوانين وعندهم واحد القانون اللي مهم وتيحكمهم وتيتسمى قانون كراولي وتيقول دير اللي بغيتي مكنش اللي يحسب وتيقول لأي إنسان على وجه الكرة الأرضية عنده الحق يعيش بطريقة اللي يبغى وخاطر تكون تضرر شي طرف آخر وعندهم واحد الآية أخرى تتقل بالليل أبشر عنده الحق يموت كيف مما بغى أي هذا صريح مباشر بأنك إلا بغيت تنطح الراحلان وحتى شوهد ما أريد يحسبك وعندهم الحق يعيش في مما بغى ثالي تلقى بأن الأغلبية لهم تسكنوا في شي بيوت مع جهولة خارج المدول المسكونة بالبشر وتيقولوا أيضا خذ حاجتك من الجنس متى تريد ومع من تريد يعني غير تكون غادي في زنق بل كش دري صغير ولا دري صغير وتشتهيهم جنسيا تمشي عندهم وتمارس معهم وما كيش واحد اللي يحسبك وتيقولوا في واحد الآية بل يحق للإنسان أن يأقتل أولئك الذين يقفون عائقا أمام تحقيق هذه الحقوق وهذه دعوة صريحة للقتل ومبين أشهر رموز المعروف بها رموز التسعة أولا يمثل الشيطان متعة الإشباع ثانيا شيطان تمت الوجود المادي عوضا على الوعود كي تقولوا ثالثا شيطان تمت الحكمة رابعا شيطان تمت الطيبة ولكن غير لي تخدمها مش للناس كاملين خامسا شيطان تمت الانتقام عوضا على الحب والاحتراء سادسا شيطان تتحمل المسؤولية لرمزك الكاملين سواء تخيبة سواء الزينة سابعا شيطان تيرمز للحيوان على أنه إنسان آخر في بعض المرات تكون مزيان وفي غالب الأوقات تكون خائد ثامناً تبطل الشيطان كل حاجة خائبة في هذا الكون والأي حاجة مرتبطة بالشر تدعني أنها شيطان تاسعاً تقولوا باللي الشيطان أفضل صديق الكنائس وغاديب قديمة بك لأن الكنائس تتستغل الشيطان بشيطان بشيطان وأكيد أنه بزافة عن ناس تبعين عن العبادة اللي هي بطبيعة الحال الخاطئة ومعندها حتصلة بالأديان مع لنا غير تدعيوا لهم بالمغفرة والغفران والله يهدين جميع وهكا نصل لنهاية حلقة اليوم إلا أعجباتكم بطبيعة الحلم ما تنسوا جميلة بارتاجة وحلقة مع أصحابكم وإلى اللقاء حلقة جديدة إن شاء الله